في يدي الآيفون SE 3 أو آيفون SE 2022 سأجاوب على السؤال المهم التلفون حق مين؟ السلام عليكم يا طيبين أنا خليف الهارو معروفكم سوي كيوم مع راقمي تيفي وقبل ما رأيكم شنو داخل العلبة مع الآيفون SE 3 أولاً خلنتكلم عن الآيفون SE بشكل عام لأن هاي الآيفون SE 1 أول جهاز آيفون SE وهالتلفون نزل خاصة للناس اللي كانوا يبون تلفون صغير وكانوا يحبون هالدزاين أو التصميم ترى أنا منهم أنا أحب التلفونات الصغيرة لدرجة أن أنا أستعمل الآيفون 13 ميني بعدين راحوا نزلوا هاي الآيفون SE 2 وطبعاً هاي للناس اللي كانوا يحبون سيكوريتي البصمة وأيضاً كانوا يبون تلفون صغير بس الآن عندنا نسمى قلت لكم تلفون مثل الآيفون 13 ميني وشغلت الفلاش بالغلاط زين لحظة نزين فعندنا الآيفون SE 3 ترى الآيفون SE الأول كان ب400 دولار الآيفون SE 2 400 دولار والحين الآيفون SE 3 ب430 دولار ففي فرق 30 دولار ولكن طبعاً المواصفات أقوى بكثير مقارة مع الآيفون SE 2 التلفون اللي في يدي باللون الأحمر هاي يسمونه PRODUCT RED داخل العلبة تشوفون عندنا التلفون نحط التلفون على الجنب عندنا الدليل السريع عندنا الإبرة أيضاً عندنا الستيكر وطبعاً عندنا الواير USB-C إلى Lightning أولاً دعوني أقول لكم أن اللون جميل جداً الأحمر أحمر كم الدم يعني اللون وايد جميل وخاصة لأن الخلفية مصنوعة من الزجاج فنقدر نشوف اللمعة الجميلة فإذا عندكم مجال تمرون على محل وتشيكون التلفون بنفسكم أعتقد أن توافقون معه السبب الأول لشراء الهاتف للتوتش آي دي إن نعم فهوائد ناسهم يحبون يستعملون بصماتهم والتوتش آي دي ممتاز في هالتلفون كل بساطة بعض الناس لا يستعملون الفيس آي دي السبب الثاني بعض الناس لا يفضلون يستعملون الجشجر أو اس بس معناته ما يبون يسويون سوايب علشان يسكرون التطبيقات ومتعودين على النظام السابق أقدر أقول لكم إنه من أفضل وأحلى الأشياء عن التلفون السابق إنه أقدر أسوي سوايب إلى الأعلى علشان أفتح الكنترول سنتر مع التلفون من الأعلى واليمين فإيه يمكن أن تفضلون هالنوع من الاستعمال علشان نرجع نضغط على الهوم علشان نفتح التطبيقات دبل كليك يرجع لكم الحلو في التلفون إن الشاشة واضحة جدا بعض الناس هما ما يفضلون طبعا البزلز لأن تشوفوا الفراغ يعني من الأعلى ومن الأسفل وطبعا لازم يكون عندهم هالفراغ من الأسفل إذا بيحطون التوتش آي دي التقليدي بس للأشخاص اللي متضايقين من هالشيء طبعا نسمقت لكم عندكم الايفون 13 ميني في فرق في السعر وهاي يودينا إلى النقطة الثالثة النقطة الثالثة متعود على هالدزاين فشن الفرق بين السي 3 والسي 2 عندنا المعالج الجديد السي 3 والسي 2 عندنا 5G أيضا نستغل الـ Neural Network للتصوير والبطارية أقوى معنات بتطول أكثر من السي 2 شادي رظيف أيضا أوه وطبعا بتحصلون على أبديتات لمدة 6 سنين مقارنة مع السابق طبعا باقي لكم أربع سنين من الأبديتس أو التحديثات وفعلا عندنا كاميرا واحدة فقط ولكن نستطيع أن نصور 4K 60 فريم في الثانية ما عندنا؟ عندنا الـ Portrait Mode أيضا وعندنا نصور صور الصور ترى جميلة فتفضلوا تبقوا نشوفون بعض الأمثلة تراويكم التصوير مع الكاميرا الأمامية ما رأيكم في الجودة؟ طبعا نتمشي بطريقة طبيعية اسمعوا صوتي أيضا وشوفوا ها شلون جودة المايكروفون الآن نصور Full HD 60 فريم في الثانية قاعدة تمشي طريقة طبيعية تفضلوا تبقوا نشوفون كل الآيفونات من الجيل الأول طبعا إلى آخر التلفونات مرة ثانية أرجع لكم إذا أنتم متضايقين أنه التلفون مع كاميرا واحدة فقط عندكم طبعا الآيفون ميني وإذا تابعون أكثر تابعون الزوم وتابعون العدس الواسع جدا وأيضا تابعون الكاميرا العادي وأفضل كاميرات مع أكبر سنسورات عندكم الآيفون 13 برو الزبدة هالتلفون للأشخاص اللي ما يبعون يصرفون وايد ويبعون آيفون جديد مع آخر معالج ويبعون كاميرا حلوة وما يحتاجون كل العدسات وأيضا طبعا التاتش اي دي بس لو تتذكرون كنا نقول أننا نبي تلفون صغير مع هالتصميم وما نبي طبعا القابل الأعلى وأرجع وأقول لكم مرة ثانية عندنا الآيفون 13 ميني ادمجوا بين الاثنين فيرجع لكم اختاروا التلفون المناسب لكم وإن شاء الله أنا قدرت أشرح شوية أكثر عن الآيفون SE 3 يلغاليين إذا حبيت الفيديو عطونا لايك إذا لم أحبيت الفيديو بس حبيت الجهد عطونا لايك وإذا تابعون تقومون آخر الفيديوهات في سرع وقت لا تنسون تسوون سبسكرايب ودائما أقول لكم في كل فيديو شكرا 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 غاليين أنتوا من أطلب الناس ساعدونا علشان نستمر وعلشان نسوي هلانواع من الفيديوهات شكرا مع السلامة اشتركوا في القناة